منازل المدنيين ومخيمات النازحين ما زالت أهدافا في قوائم ميليشيات الحوث الإنقلابية هنا في محافظة حجة سقط شهيدان وجريحان بقصف صاروخي شنته الميليشيات الحوثية على منازل المواطنين في عزلة بني فاض الغربي مديرية حيران تقول مصادر محلية إن صاروخا أطلقته الميليشيات الحوثية سقط في منزل الأسرة وأوقع هؤلاء الضحايا المدنيين تزمن ذلك مع قصف حوثية مماثل استهدف الأحياء السكانية ومخيمات النازحين في محافظة تعز فبحسب مصادر محلية أصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة بقصف مدفعي شنته الميليشيات الحوثية على منزل سكاني عند الضواحي الشرقية للمدينة منهما طفلان وامرأة بينما أصيب ثلاثة أطفال وامرأة بقصف مماثل طال مخيما للنازحين في منطقة العبد لا بمديرية مقبنة وجميعهم بحالة خطرة حصلنا نحن قضايف من المحل الحوتي مستهدف علينا بالقرية ونزوح من النازحين من قرية القمعرة إلى قرية العبدلة والآن ليل ونهار متحملين بقضايف متحملين كل حيات ما نقسم نشينا نخرج نعم ونقسم نخرج ناندي لنا حدف حطاب ولا شيء يعني مستهدف الرصاص ناقب يزفق المعدي والرصاص ينبنا وراءنا تقوهنا تتحدث إحصائيات حقوقية عن مقتل وإصابة قرابة 1240 مدنيا في مختلف المحافظات اليمنية على يد الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي بينهم أكثر من مئة امرأة ومئتي طفل بالقصف الصاروخي والمدفعي الذي تشنه على الأحياء والقرى السكنية وكذلك بعمليات القنص من دون الألغام الأرضية التي هي الأخرى حصدت العشرات من الضحايا الإحصائيات ذاتها رصدت أكثر من ألف ومئة حالة اختطاف وإخفاء قسري وتفجير ستين منزلا وانتهاكات أخرى شاملة الاعتداء على الآثار وتدمير المباني والمدارس وتهجير الأسر والقتل خارج القانون وبين هذه الانتهاكات الدامية والمتعددة يرزح شعب يعيش في أسوأ أزمة إنسانية في العالم